بالفيديو هاب بدي احكي لكم عن الخريطة لتعلم لسبرينج بوت اذا انت شخص مهتم في الجافا او بالديف اوبس او بالمايكرو سيربسزز اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليوصلك كل جديد في مجال الجافا والديف اوبس والمايكرو سيربسزز والتكنولوجيا بشكل عام بهذا الدرس نحن نحكي عن الرود ماب يعني خريطة الطريق لتعلم لسبرينج بوت بكل بساطة خلينا نعرف يعني كيف الخريطة ماشية اذا انتو بتشوفو هان لو قدينا احنا من المربع الاول هان عشان يعني نفهم مع بعض لاني راح احط لكم اياه وتقدروا تستخدموها الخريطة هاي اذا بتشوف هان في عندي الانترودكشن تمام طالعة من الخط الاول هان طالعي الخط وفي عندي انترودكشن معناها هانا في جزء ننحكي عنه عن الانترودكشن هو جزء الاول تمام ولو كبسنا عهاي شيء بيطلع سبلست فاللي فيها ارقام هيك معناها فيه اشياء فرعية بننحكي عنها طب كيف نعرف الثاني من الثالث يعني مين قبل مين الدياتابيس ولا الديولوبمنت باسيك فيز لا هي الديولوبمنت باسيك فيز اللي هي الثانية ليش ان الخط جاي قبل تمام الخط الجاي بعد اللي هو الدياتابيس معناها هاي رقم ثلاث زي هيك فاحنا بالترتيب بنا نمشي في التسلسلات طب اول شي خلينا نروح للانترودكشن ونحكي اكثر عن الانترودكشن شو هي الانترودكشن بالانترودكشن طبعا بدك تتعرف شو هي السبرينج بوت شو بالضبط للسبرينج بوت تفهمه قبل ما تبلش في اي اشي حاول افهم شو هو اساسا وليش انوجد من الاساس ثاني اشي كيف نعمل ستب للانفيرومنت واعمل انشئ اول مشروع اليك في السبرينج بوت اعرف كيف تنشئ سبرينج بوت وانشئ اول مشروع وبعدها افهم الانترودكشن اذا انتوا بتلاحظوا احيانا في اشي راحكي لكم اياه عنه ستب انفيرومنت وكذا لانه طبعا هاي الخريطة جاي من كورس لسبرينج بوت اذا انت مهتم فيه راح تلاقي الرابط في الانترودكشن يعني حطي لك اياه طير تمام فبتفهم الانترودكشن للسبرينج بوت اوكي طبعا هذا الحكي في فيديوهات كمان احنا شرحينه فيها على القناة طيب نيجي هان على الجزء الثاني اللي هو الباسيك فيز يعني معناها المرحلة الاولى لانك تتعلم فيها وطبعا هاي بالنسبة لي اهم مرحلة يعني فيه امور لازم انت تكون تعرفها طبعا احنا نبلش من عندها من اول اشي هان اول شي بنحكي عن الجافا اوفريبيو بشكل عام يعني شو مزايد جافا احنا راح نستخدمها زي الانوتيشنز مثلا وامور ثانية بعدها بدك تفهم شو lawn مريضة يعني شو فكرة المريضة طبعا مريضة باترن بدك تفهم شو فكرة المريضة وعن ايش باني المريضة بعدها دك تفهم الملتييurar lainsawber مريضة الشيخ bestρχه من المريضة الان في سي لانه سبرينج بوت ممكن تشتغله ان في سي وممكن تشتغل ملتي لايرز ابليكيشن بس بالنهاية هو انا بحسه بروح للملتي لايرز اكتر طبعا هاي التفاصيل زي ما حكينا يعني بدك تكون تدرسا مكان ومصدر اذا بتحب انا مرشي شعلك مصدر في ديسكريبشن شوفه وفيه بالقناة كمان فيديوهات تقدر تشوفها طيب تمام في عنا اتش تي تي بي اه ريكوست دك کہ سي if ders اول hey you can write question but delete يعني بشكل عام شو من ممكن انت تكون عارف هاي الأمور بنروح نحكي عن الكنترولر طبعا بالبداية بعد ما نزلنا البروجيت من المرحلة الاولي هان تمام احنا شايفين انه عملنا بمتعة وفيرست برويهم زي وفي هذه المرحلة prime انت خلص عندك البروجيت اول تعمل owych ضعط فهو الكنترولر طبعا الكنترولر اللي هو انواع الكنترولر او رست كنترولر بعد بعد ادك تتعمل الريكوست مابنق بالبداية اشتغل على الـ post و get بس ما تشتغل على الـ HTTP الكوست الثانية زي الـ bot والـ delete طبعا في مرحلة advanced تشتغل عليهم بعدها افهم الكوير الـ parameter والـ path parameter و شو الفرق بينهم اشتغل على الـ path variables و افهم شو فكرة الـ path variables في عندي الـ application الـ API's شو هي الـ API's من الأساس يعني انت لما تشتغل controller انت فعليا بتكون تشتغل الـ API's او ممكن اذا رست controller انت بتكون تشتغل الـ API's كيف شو هي الـ API's بالضبط شو فكرة الـ API's بالضبط طبعا بدك تفهمها بدك تفهم فكرة البوستمان عشان تقدر تعمل simulation على الـ API's فانا بستعمل البوستمان كأنه بعمل محاكاة كأنه موبايل بعمل ببعت requestات للـ Java او للـ Spring Boot طبعا احنا شرحين عنه كمان هذا الحكي data transfer object DTO طبعا الـ DTO هي عبارة عن design pattern شو فكرة الـ DTO بدك تفهمها بعدا بتروح الـ JSON شو فكرة الـ JSON طبعا بالـ JSON تفهم شو الـ JSON object JSON الـ JSON الامور هاي يعني على الاغلب ممكن تكون عارفها ممكن لا بس هاي ضروري تفهمها بدك تعمل بدك تشتغل يعني Spring Boot مع الـ JSON مرة تبعط له مرة تبعط له object مرة تبعط له مش عارف ايش يعني حاول اعمل تجارب فيه ضروري جدا لا ننسى الباتش ميفن الميفن بدنا نفهم شو الميفن كيف نشترع الميفن نفهم فيه بـ Spring Boot لما نخلصه بـ Spring Boot ونحن نفهم بـ Spring Boot تمام؟ فايفهم شو الـ Spring Boot وشو فكرة الـ Spring Boot وكيف نضيف بـ Spring Boot باستخدام الميفن ومن الحقيقة بعدها نحن نحتاج شيء يسمى Guitars و Sitters لما طبعا انت لما توصل الـ DTO على اغلب راح تكون شغيل Guitars فالـ Limpoc هو شيء يسهل موضوع Guitars و الـ Sitters شيء كثير بروفشينا لصراحة عندما نخلص موضوع Guitars والـ Limpoc الـ Dependency Injections ما هو الفكرة منها؟ بعدها نفوت على الـ Data Access Object كيف نحكي مع الـ Data Base من خلال layer معين اسمه DAO لذلك انت ترى الـ DTO و الـ DTO و الـ DAO لو نروح على Multi Layers أول ما حكينا عن Basic و الـ Basic Phase نحكينا عن Multi Layers ما اسمه Multi Layers تمام؟ بالـ Multi Layers لازم تكون فاهمها عشان تفهم الـ DAO و الـ DTO تمام؟ خلصنا من الجزء هذا خلينا نسكره تمام؟ طبعا هي هذا أطول جزء أتوقع خلينا نروح للجزء اللي بعده اللي هو Spring Data طبعا إحنا خلص عرفنا الـ Spring فهمنا الـ Spring حسنا نشترع الـ Data Base طبعا عفوا لازم نشترع الـ Data Base لازم تكون فيه أمور تعرفها بالـ Data Base زي الـ SQL commands طبعا يعني كيف تعمل Inset كيف تعمل وحصل وقيمة دريد أو اتوقي ان عرف الأشياء الجدًا بسيطة يعني ممكن تتعلمها هاي بساعة الحكي اللي بحكي لك اياه بدك تعمل الانستيليشن للمي سيكل داتا بيس داتا بيس يو اي مانيجر في اشي يسمو بي اتش بي مي ادمن نتعرف عليه نفهم شو شو فكرته بعدين ننشئ تابلز باستخدام الداتا بيس يو اي يعني لا تتعلم اساسا الكمانس لاين مش كتير بتمك هاي شغل داتا بيس وتعرف هايش بالبداية منخلص هان مروح لسبرينج داتا بيسيك طبعا هاي المرحلة ما بصير انو وصلها قبل ما نفهم الداتا بيس شو هي تمام لازم اروح هاي المرحلة واشن فاهمين الداتا بيس راح تحس انو اشي بسيط جدا وما له علاقة ببعض بس لازم بالترتيب اللي بحكي لك عنه بالسبرينج داتا بيس كليفل يعني بالمستوى الاول طبعا هو مستويات لانو سبرينج داتا اش كتير كبير لصراحة المستويات اول مستوينا نفهم فيه انتيتي زر الربوزتري كيف نعمل كنكت الابليكيشن مع ال مع الداتا بيس طبعا الانتيتيز فيه اشي يسمو او ار ام اني كيف اربط التابل الموجود في الداتا بيس مع جافا كلاس واسير بالابليكيشن تبي استخدم الاكواد بالجافا بدل ما استعمل داتا بيس كمانتز تمام هاي فكرة الانتيتيز شان هيك الانتيتيز كتير مهمة الربوزتري هي الداو اللي هي اللي حكينا عنه بالمستوهض تمام اللي هو داتا اكسز اوبجيكت في عندي لير اسمه الربوزتري تمام انا بديش اخربطكم كثير لان ممكن يكون مختلفات شوية عن بعض الربوزتري بشبه الداو لحد ما تمام اللي هو بيعمل مباشرة اكسز على الداتا بيس اللي هو المكان الربوزتري تمام طبعا بشبكه مع الانتيتي بدناش نحكي احنا تفاصيل ناش نشرح يعني بسبب احكي لكم شو تتعلموا تعلم كيف تعمل كنكت الداتابيس مع الابلكيشن اكيف تعمل تجيب الداتا من الداتابيس بعدها تعلم من هنا تعلم ال جي بي اي شو هي ال جي بي اي بعدها نروح لل او ار ام ذاك ذاك نينة حكيت لكم عنها بالانتيتيز وبالربوزتري هاي الاور ام اللي كنت حكي عنها من شوي هان دك تتعمق اكتر في الجي بي اي ري بي بزتري وشو الفرق بينه وبين الجرود ري بزتري طبعا هم مختلفات شوي عن بعض طبعا انت لما كما تتعلم ، انت ستعلم على الأغلب شغلك سيكون على هذا عبارة عن إنترفيسز انت بتشتغل عليهم بس هناك اختلاف بينهم وبس انت ستشتغل على ال جي بي اي اي ربيزيوتري على الأغلب طبعا شو الفرق بينهم افهمهم اثنين افهم شو الفرق بينهم لازم تكون تعرف الـ Optional Class يعني إذا انت لسه ما دراست الجابا 8 لازم تكون تعرف الـ Optional Class شو هو الـ Optional Class جدا جدا مهم بعدها تعرف انك كيف تستعمل ال جي بي اي ربيزيوتري باستخدام الـ JPA repository. الـ JPA repository هي شيء يسهل لي بعمل لي queries على الـ database بدون ما أكتب كود. شيء كثير 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 احترافي. فأعرفه. أعرف تفاصيل أكثر عنه. في كثير مثل find by id. delete by id. save method. كيف تعمل save على الـ database بدون ما تكتب insert query. كيف تعمل update بدون ما تكتب كمان update query. فصراحة كثير كثير مهم. يعني هاي الأهم الأمور اللي يجب أن تعرفها في المستوى الأول. طبعا نروح للمستوى الثاني في الـ database أو Spring data. طبعا زي ما نعرف. Spring نفسه. Spring project مقسم لأكثر من sub project. كيف يعني؟ Spring هو framework جدا كبير. في sub frameworks مثل Spring boot هو sub framework من Spring boot. Spring MVC هو sub framework من Spring framework. Spring data هو sub framework من Spring framework. Spring cloud. كثير فيه أمور مختلفة بين Spring و Spring boot مثلا و Spring data. وعشان نفهم الموضوع أكثر. يعني لو أجينا على الـ projects. وحطينا مثلا view all projects. هاي Spring. احنا بالـ Spring. تمام؟ فإذا رأيت project بيحكي لك هنا فيه أكثر من project. زي Spring boot. Spring framework. Spring data. Spring cloud. Spring security. Spring cloud data flow. Spring authorization. سيرفر. Spring for graph. QL. Spring session. integration. فكثير فيه أمور. يعني Spring boot هو عبارة عن sub framework من Spring framework الكبير. طيب تمام؟ دعونا نكمل أمورنا. نجا على الـ level 2. اللي هو jpql والnative query. شوفوا الفرق بين jpql والnative query. لو تكتبهم راح تلاقيهم بشبه بعض كثير. بس فيهم فرق بسيط جدا. ايش هو؟ jpql بالنهاية بالنهاية انت بتكون تحكي مع الـ entity بطريقة غير مباشرة. تمام؟ أو بطريقة مباشرة يعني. بس من استخدام زي جمل زي جملة الـ database تكتبها. تمام؟ native query. native query. native query. native query. يعني جملة سلك native. انت كأنك تكتبها على الـ database وتنفذها من الـ database. ففيهم مختلاف. افهم الفرق بينهم. شو فرق بين jpql وبين native query. طيب أول شيء نفهم Spring data. شو هو؟ نحن معنا. نحن المفروض فهمناها هان. لا. بس المرة الأولى نفهم هيك أمور يعني. مثل الـ entities. وبعدين نفهم ماذا هو Spring data بشكل أعمق. لهاي برنات فريمورك. شو الفرق بينه بين jpa أو spring data. بنشتغل على الـ query. اسمها at query. هي هي بتشتغل الـ jpql. بعدين نشتغل على الـ jpql. اعمل delete insert select update. وبالنتب اعمل delete insert select update. تمام؟ طبعا اذا توصلت هاي المرحلة هاي. هاي المرحلة هان. لازم انت تكون فاهم الـ database اللي هي موضوع insert delete update select الى آخرة. تمام؟ يعني هاي الأمور لازم تكون فاهمها. طيب. بعدين ننتقل على المستوى الثالث في الـ database اللي هو query methods. نروح للمستوى الثالث في Spring data اللي هو drive query method. drive query method فعليا احنا بنكون اشتغلنا عليها لما حكينا عن delete by والsave ومثلا find by. بس شو فكرتها drive query method. بكل بساطة انك تكتب يعني method مش موجود اساسا انت مش كاتبه بالجافا. مش عمل له implementation بالجافا. بس هذا المثود بتكون من الـ columns الموجودة في الـ database. صراحة الفكرة ما رح تفهمها كثير غير لما تطبقها عرض الواقع. بس اسمها drive query method. طبعا احنا في الكورس فصلناها هاي الحكي. وعرفنا بالضبط شو هي. مننتقل للمستوى الرابع اللي هو relationships. انا بالنسبة لي هذا المستوى هو اصعب مستوى في الـ database أو الـ data كلها يعني الـ spring data كلها. شو يعني شو كيف نروبط اكثر من tables مع بعض. بالبداية نفهم شو الـ relationship وأنواعها زي money to money, one to money, money to one إلى آخره. لنفهم الكسكات انه هو شو الترابط بين الـ columns ببعض والأمور هاي. يعني اذا مثلا بنحذف رو معين هل فيه ارتباط مع table ثاني هذا رو اذا حذفتم ما رح يعمل ونفهم الكسكات بالـ spring boot. طبعا بالبداية نبدأ بـ one to one relationship بالـ spring data understand the fetching types. لانه الـ fetch type انه اجيب الـ data من الـ database لها انواع. يعني على سبيل المثال مثلا بدي يا لازي واحد من الـ types هاي. فاقرأ عنها وشوف اكثر عنها. one to money and money to one. افهم الفكرة من هاي يعني شو العكس فيهم. money to money relationships. طبعا اتعلم كيف تضيف custom field مش موجود اساسا عندي في الـ table بالـ entity. يعني احنا لما نحكي هان كل هذا الحكي نحكي نحكي هان نشتغل على entity. تمام طيب خلصنا المستوى الرابع بالـ spring data طبعا لسا ما فيه مستوى شوي advanced. من يجي على الـ spring boot level 2. طبعا هاندك تشتغل على multi layers application. اللي هو نرجع على الحكي اللي حكيناه بالأول. واللي هنا نشتغل عليه. الملتي layers application. تمام طيب. الشغل اللي بعديها الكورسي بروجيكت. اوكي الكورسي بروجيكت تكون عندي من back end ومن front end. اشتغل على back end و front end. بس اللي انت بهمك انس الموضوع front end. تمام. يعني تقدر تلغي موضوع front end انت باك اند developer. بهذا المجال او الانت اللي اخترته انت اخترت انك تكون back end. طبعا عادي بتقدر تكون full stack. بس بالوقت الحالي انت بتشتغل back end. ففي front end اجله شوي. تمام. اه فركز على موضوع back end. اجيب لك اي اشي front end اذا بدك حب الجرل بيعني تشوف. طبعا بالكورسي احنا حكيين عن موضوع front end اكثر ومفصلين عنه وحطين example عليه يعني وعملينه من الصفر. نيجي على introduction to spring boot clean architecture. هسه شايف اللي بتشتغل انت بالمرحلة الاولى هو اشي اه لحد. لحد multi layers. application. انت بلشت شوي بال advanced. تمام. اللي هو level 2. انت بلشت شوي بال advanced. بس انت لما تبلش تشتغل بالبداية هان. راح تشوف انك انت بتشتغل وبتطلع معك نتائج حلو كثير. لكن بالنهاية راح تكتشف انه انت بتشتغل غلط. يعني لو تروح لمقابلة عمل ويبلش قابل فيك راح تكتشف انك ضعيف في الموضوع هذا. طب كيف ننقوي حالنا؟ نقوي حالنا من خلال clean architecture نشته له. طب شو اللي clean architecture وشو الفهم اللي نعرفه؟ اعرف كيف تشتغل spring boot بالطريقة الصحيحة. يعني كيف تنظم ال project بالطريقة الصحيحة اللي تبعك اللي انت دك تشتغله. دك تعمله. كيف دك تنظفهم البكيجز. كيف دك تنظمهم بالطريقة الصحة. دك تتعرف طبعا على شو هي. في مشكلة كبيرة هان يعني انا حطيت هاي الملاحظة في مشكلة كبيرة بتواجه الاشخاص اللي بيشتغلوا في السوفتوير اندسترل بشكل عام. اللي هي design patterns. يعني مثلا انت بتكون تشتغل شغلة معينة بتلاحظ ان هاي الشغلة تتكرر معك وبتسبب لك مشاكل. تمام؟ فهو جودول هاي شي يسمو design patterns. هذا الحكي. اه. ديزاين بتحلل لمشكلة معينة متكرر مع السوفتوير انجنير. اذا كتفهم فكرة spring boot فعليا كيف يشتغل. طبعا فكرة spring boot انت راح تكون فهمتها بعد ما خلصت انه في عندي spring data. في عندي spring boot منفصل عن spring data. spring mpc هو اشي مختلف كمان. الى اخرا. اه. سوفتوير ارتكتشور ادخل فيها شوي. اه يعني اقرأ عنها اكثر شوي سوفتوير ارتكتشور. سوفتوير ارتكتشور مجال كثير كبير. شوف السبرينج بوت ارتكتشور. الطريقة الصحيحة للسبرينج بوت ارتكتشور. طبعا هان بيجي الملتي لييرز. انت فعليا بتكون شغال ملتي لييرز بما حكينا سابقا. لكن ملتي لييرز مش بالطريقة الصحيحة. تمام? لما نروح الليفل تو. الليفل تو طبعا. منحكي. هاو تو كريات نيو سبرينج بوت بروجيكت. طبعا تشوفوا احيانا فيه عناوين زي تقول نحن نحكي عن موضوع. لانه فعليا هاي الرود ماب مأخوذة من كورس. فعشان هيك ممكن تلاقي بعض الامور يعني خربطة شوي. طيب. اول اشي ان افهم كيف تنشئ سبرينج بوت بالطريقة الصح. كيف تنظم لسبرينج بوت بالطريقة الصحيحة. ضيف طبعا داتا بيس اسمها اتش تو داتا بيس عشان ما تقعد طبعا هالله التست لا تشتو داتا بيس. هي هي تكون ممد لداتا بيس. بتكون داتا بيس شغل تست يعني بس. سبرينج بوت كنترولرز انت باثز يعني افهم كيف ترتب الباثز تبعتك. شو قصد بالباثز. مثلا عملت كنترولر ليوزرز بتجيب يوزرز. او عملت يعني اي بي اي معينة بتجيب اليوزرز تمام. فالابي اي هاي اللي بتجيب اليوزرز. فانت بدك تكون عملها باثز بالنهاية. شو يعني قصدي باثز. يعني على سبيل المثال يوزرز. قدت اليوزر اي دي. هاي باثز قصدي فيها. هاي الامور اللي انا قصدا فيها. طبعا اي كنتكست منسميها احنا. فهاي الامور اللي انا قصدي عنها. نفهم الكنترولر والليكوست برغام بالطريقة الصح متى استعمل ومتى استعمل باثز. يعني المفروض انت لمصلت لهي المرحلة انت هذول مية بالمية فاهمهم. بدك تفهم متى استخدم هاي ومتى استخدم هو위. متى استخدم الخ cann sample ومتى استخدم القويري برغام. زي ما انا numa. بعدها بدك تفاهم вариاب التريبيوت. ماذا يتقلل. متى باستخدم التريبيوتش ومتى باستخدم الخ tvnuttż وي منا. بعدها الكنتكست باث، الكنتكست باث. زي ما انا قبلي شوي يعني فاني المثال اللي وراتكم هي اليوزرز هي تسمى تسمى contextexp. اللي هو البريفكس من قبل العرائلة. ما قبل اي اشيه اسمه كنتكست بس بس. حسن باستخدام طبعا انت قبل بتكون شغال شغال طبعا حسنها باستخدام اعرف كيف تضيف بالطريقة الصح لانك ممكن تضيف بس انت فعليا ضيف في الطريقة الغلط كيف يعني يعني مثلا ضفت متى اضيف كيف اضيف النام تبع عفوا وكيف اربط النام بالطريقة الصح متى استعمل الانوتاشن تبع التابل متى ما استعمل الانوتاشن تبع التابل تمام طبعا انا بنصح شغلة موما كنت قابل بتدرس خليها الخريطة معك شوف اللي انت فعليا فاهمها ولا لا تمام بعدها بننضيف اضيف الربوزيتريل بالطريقة الصحيحة نتعلم كيف تضيف الربوزيتريل بالطريقة الصحيحة طبعا بهاي المرحلة بنحول من الديتي او للانتيتي ومن الانتيتي للديتي او باستخدام استاتيك ميثود اتعلم كيف تتحولها باستخدام استاتيك ميثود موجودة في الديتي او او في الانتيتي طبعا هاي شغلة كثير كثير بسيطة راح تشوفها لما يعني لو تدور عليها تعمل عليها ستش راح تلاقيها بسيطة لكن مش صح فانت اعرف كيف انك تعمل ديتي او بالطريقة الصحيحة كيف تعمل ديتي او بالطريقة الصح باستخدام مثلا بلدار باستخدام مابر زي شي اسمه مابستراكت مثلا الى اخر اقرأ عن مابستراكت جدا جدا مهم طبعا اقرأ عن الديتي او باستخدام مابستراكت كيف اعمل مابينج بينهم هيك بتكون خلصت الليفل اللي بعديه طبعا ها منروح للستيليو تايبز السبرينج بوت فيه ستيليو تايبز زي الكمبونانت السيرفيس كثير امور تمام في في يعني كنبونانت سيرفيس كنترولر ففي اشي اسمه ستيليو تايبز هاي ستيليو تايبز شو هي وشو فكرتها ومتى استخدم هاي هاي طبعا لازم تفهمها ولازم تفهم شو فكرتها يعني بس يعني ما راح يكون فيها اي تفاصيل داخلية لانه بدك تفهم متى استعمل الستيليو تايبز بالوقت المعين تمام اه طبعا في كليين راوتز انا ما ما حكينا عنها لكنين راوتز قصدي فيها انه كيف اه تعمل الراوتز بالطريقة الصحيحة تمام يعني كيف مثلا احط الكنترولر بالراوت اه بطريقة صح بطريقة كليين كود طبعا هاي شو قصدي فيها انا عشان نضحها كلا لو نيجي هان يعني زي هاي مثلا انا مثلا بدي اعمل سيف هاي اعمل له سيف مثلا يوزر هل هاي صح ولا اعمل له سيف بس هلا اعمل له مثلا ديليت يوزر ولا اخليها ديليت بس هاي الاشياء اللي احكي لك عنها تمام طبعا فيه كمان اه تفاصيل اكثر عنها زي انك تعمل للداتا بيس ليفل زي ما تستخدم كريت اه كريت ادقات وابديت ادقات وتستخدم السوف دليت وكيف تستخدم السوف دليت بالطريقة صح لطبعا هاي اشياء ممكن تجيك في المقابلات كمان مقابلات العمل كيف استعمل السوف دليت ممكن تضيف جلوبل وير على مستوى التابل كامل باي جملة بتيجي على الداتا بيس بيضيف لك اياها اشي اسم وير تيجي اذا انت كنت تعرف سبرينج بوت يعني رح تفهم شو قصدي واذا ما كنت تعرف سبرينج بوت ما رح تفهم شو قصدي فلما تدرس سبرينج رح تفهمها بعدين من روح لالي بايز فيرجنس بايز فيرجنس اشي جدا 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 مهم والاغلب بجهله وما بشتغله عن جد انا يعني كثير شفتنا خبراته عشر سنوات وخمستاشر سنة والله ما بشتغل بايز فيرجنس صراحة مشكلة كبيرة طب شو فكرت بايز فيرجنس بايز فيرجنس فكرتها اني انا مثلا شغال علي بايز معينة خليني نجع مثلا هذا تمام انا عندي يوزرس اوكي ونعتبر انه انا في عندي يوزر بجبل لي مثلا الال يوزرس يوزر بجبل لي اليوزرس لما يرجع لي الداتا هو برجع لي اشي اسمه فيرست نيم بالطريقة هاي تمام وبيترجع لي لاست نيم هسا هاي الابي آيز بكون مثلا لابلكيشن بستعملها بكون اكثر من طرف بستعملها ممكن يكون في عندي وب بستعملها ممكن يكون في عندي ديستكتوب بستعمل الابي آي هاي طبعا هاي يسمعها اندبوينت او اي باي فهو بيستعمل هاي بيكون فهو متوقع انه يرجع لفيرس نيم و لاس نيم طيب تخيل اجاك تاسك انك تغيرها لفول نيم وفعليا غيرتها لفول نيم شلت اللاس نيم وشلت الفيرس نيم وغيرتها لفول نيم شو اللي تتوقع يصير اللي رح يصير كارثة الابليكيشن رح يضرب الويب رح يضرب الدسكتوب ابل كيش رح يضرب تمام فاحنا منحتاج نعمل ايش فيرجنين طيب كيف نعمل فيرجنين بخلي الاولى زي ما هي تجد الويوزرز بخليها زين ما هي وترجع لي فيرس النيم ولست نيم تمام وبعمل فيرجن من 2 اوكي بعد ان هجله هاد بيرجع لي الفول نيم هس انا لمين بحكي بحكي اتبع الابليكيشن يلاه في عندك فول نيم يستخدمه وبحكي لتبع الابليكيشن في عندك فيرجن من 2 استعمله فهو بحكي لاي شخص بستعملي هاي لندبوينت في عندك فيرجن 2 استعمل الفيرجن 2 ووصلت الفكرة طبعاً موضوع مش يخل identifier احنا تقسله فيها تفاصيل يعني فيه سمانتك في متى تعمل ليه ست للفيرجنج هذا في الفرق بين الماينر و الماينر و تشينجز فيه الابي آي باتشز فيرجننج طبعا فيه تفاصيل كثيرة يعني ما بتقدر تحكي اه بدعمل اي اشي فيرجن تو منه فيرجن ثري فيرجن يعني غلط هيك بصير في احكام و شروط للموضوع طبعا هذا الاشي احنا ذاكن لنه في الكورس طيب بتروح للجابا بين فاليديشنز تمام جدا قوية للفيرجنز استعمل هاي الفيرجن تبعت الاسبرينج بوت فيها طبعا بحكي يعني افهم شو الماني والفيرجنز الافيرجن عشان نختصروا موضوع وفكرتها تخيل انت شغال دك تعمل فيليديشن على الايميل انا اجيت حكتلك عطيتك تاسكة انت جافا ديفلوبر حكتلك دك تعملي فيليديشن على الايميل إذا اليوزر دخل ايميل غلط اعمل لي ويقوم بحكي ان الوزر دخل ايميل غلط بس اذا دخل ايميل صح يمر تقوم فانت بدك تكتب هالي اياها وكذا طب تخيل عندي عشرين وكلهم بدك تعمل عليهم رقمه رقم جوال او مثلا فيزا كارد ماستر كارد او كردد كارد يعني نمبر مثلا بار كود نمبر اشياء كثيرة بدك تعمل عليها ما بدك تعمل روح تكتب اكواد خير الله طبعا ال java validation او ال spring boot validation هي بتعملي هذا الحكي بannotations او باشياء جدا 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 صغيرة هذا الحكي كامل لازم تفهمه لازم تعرف تعمل validation طبعا في فيديوز على اليوتيوب موجود بشرح هذا الحكي او في بالكورس تبع ال spring boot موجود هذا الحكي كمان يعني الامور رح تكون عندك بسيطة ان شاء الله لهان احنا منكون خلصنا roadmap اللي هي الاشياء الاساسية اللي بتخليك في ال spring boot طبعا فيه امور كثيرة لازم تتعلمها زي انك تتعلم ال spring ال spring تتعلم ال spring في طريقة افضل واكثر كيف تناسقها وكيف تركتبها لكن ال road ما بهاي بتخليك شخص من الصفر كيف تبلش كيف تعطيك توضح لك الطريق اللي تبلش فيه طبعا انا برجح دورات انك تتعلمها طبعا من الدورات اللي انا برشح لك اياها اللي هي خاصة في الموقع الخاص فيه اللي هي كورس هو بعلمك كل اللي حكناه من الصفر اساسا ال road ما بل انت شفتها هي معمولة له مع امور كثير زيادة والحلو في الموضوع انه دائما بنضاف عليه امور يعني دائما بنضيف عليه التطورات اللحظة اللي انا بحكي معك فيها من لما طلع الكورس للان اضاف عليه تقريبا ثمان ساعات اشياء اضافية طب اذا انت بتعرف سبرينج بوت وما بدك تدخل بتفاصيل السبرينج بوت يعني من البداية شو تعمل روح للسبرينج بوت بالطريقة الصحيحة تمام بدل ما انك تدفع تكليف اعلى للكورسات في كورس سعره بسيط بشرح لك لسبرينج بوت بالتفاصيل الممل تمام بكيف تصير advanced طبعا لازم تكون تعرف سبرينج بوت لما توصل لها المرحلة طبعا في كورسات ثانية مثل مايكرو سيروفيس اذا انت مهتم في المايكرو سيروفيس مثل جابا جينيركس راح يطلع لك الكورس الاول بفضل من الله رقم واحد تمام يعني إذا أنت بتشوف الليت الحمد لله أربعة فاصلة إيت والبستسلر هذا طبعا هاي السعر رح تلاقي خصم كبير جدا عليه في الدسكريبشن إذا بتتبع بالدسكريبشن رح تلاقي فيه خصم كبير عليه بيحكي لك كل الأمور رح نتعلمها وآخر الأمور فيه كثير أمور ممكن تتعلمها طبعا الكورس نفسه نفسه موجود على منصتنا على جاغا ماستري ما بفرق أي شي فإذا أنت بتشوف هنا نفس الفكرة نفس الدروس نفس المحتوى ما بفرق أي شي طبعا إذا أنت بتشتري الكورس من جاغا ماستري رح يكون فيه خصم أكبر عليها كمان تشوف الخصمات في الدسكريبشن يعطيكم العافية جميعا